يبدو أن خطر إيران وتهديدها لا يقتصر على الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط لوحدهما صحيفة ساند تايمز البريطانية نقلت عن وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمن قولها إن الحرس الثوري الإيراني أكبر تهديد للأمن القومي البريطاني بعد أدلة جديدة على تنامي نفوذ هذا التشكيل في بريطانيا الصحيفة كشفت عن تقارير استخباراتية تفيد بوجود جواسيس إيرانيين يحاولون تجنيد أعضاء من عصابات الجريمة المنظمة لاستهداف معارضي نظام طهران على الأراضي البريطانية وعلى الرغم من أن بريطانيا ترى في إيران وتزايد نفوذها خطرا أكثر من أي وقت مضى إلا أنها ترفض المطالبات الكثيرة بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية في بريطانيا والسبب أن لندن ترى أن خطة كهذه قد تتسبب في ضرر دائم للعلاقات الدبلوماسية مع نظام طهران لا يقف نفوذ إيران على الجواسيس وأعضاء الجريمة المنظمة داخل بريطانيا فقد كشفت الصحيفة عن علاقة وثيقة بين إيران ومنظمة طلابية مقرها بريطانيا واسمها الرابطة الطلابية الإسلامية تعقل اجتماعاتها في مركز التوحيد في حي هامر سميث في لندن وتنسق مباشرة مع النظام الإيراني في طهران نشاط إيران في بريطانيا ليس وليد اليوم ففي العام الماضي حذرت المخابرات البريطانية من أن طهران متورطة في عشر مؤامرات قتل وخطف كما أعلنت الشرطة البريطانية في شباط الماضي أن عدد هذه الحالات ارتفع إلى خمس عشرة حالة فيما اضطرت قناة إيران إنترناشنال إلى نقل بث قناتها التلفزيونية بالكامل من مكتب لندن إلى واشنطن العام الماضي عقب تهديدات إرهابية يقف النظام الإيراني وراءها كل هذه الأنشطة في بريطانيا وعلى الرغم من اعتبار وزيرة الخارجية البريطانية أنها تجاوزت إذلال السيادة البريطانية لم تدفع الساسة في لندن إلى تصنيف الحارس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية وهو ما يضع علامات استفهام كبيرة أمام السياسة التي يتبعها الغرب مع نظام أقر بأنه يشكل تهديدا لأمنهم القومي ترجمة نانسي قنقر